السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني أكتوبر طبعا القمر اليوم استقر في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس حتى تمام ساعة وحدة واربعة وخمسين دقيقة من فجر يوم الجمعة بعدها بده ينتقل لبرج الجدي طبعا القمر الآن موجود فيه منزلة الشولة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 33 دقيقة صباحا من صباح يوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته منشعر اليوم جميع الأبراج منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط نلتقي بأناس أكثر سعادة بنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية الموجودة عندنا وبيتحول تفكيرنا اليوم لكل الأمور اللي بتتعلق بالفلسفة الأمور الدينية التحليل العميق لكل المسائل للنشاط برضو من ميل أيضا للسفر والإجازات ممارسة الرياضة الخروج في النزهات وأيضا يمكننا في هذه الفترة الاهتمام بمسائل اقتراض المال أو تقديم لقرض أو أشياء من هذا القبيل أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة ما أو الاتصال بأشخاص خارج البلاد ونقدر برضو هاي الفترة يعني تعتبر فترة مميزة للأعمال والأمور التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية بطيئة اليوم رح تبدأ تأثيراتها وهي زاوية تربيح سلبية بين عطارد وبين بلوتو تأثيراتها من اليوم 18-10 ورح تستمر تأثيراتها ليوم 23-10 ذروتها يوم 21-10 في تمام ساعة 12 وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل هاي الزاوية بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا بتسبب لنا نزاحات شديدة مع محيطنا الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب بدهم ينتبهوا لأنه ممكن يتعرضوا لأزمات قلبية أسبابها العصبية أو حوادث ابتيج عن طريق النيران برضو دوليا بالدل عن تقاد الصحافة لا السلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وممكن يتم الكشف عن معلومات مقابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء وهناك احتمال وقوع زلازل أو حرائق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الوحيدة اليوم مع القمر هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة طبعا دروة هاي زاوية ساعة 11 و14 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بالفترة هاي بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب غروب من الواقع وبرضو بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتشكلين بعض الرغبات اللي ممكن نتأدي فينا لخيبات أمل عاطفية بدنا نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين بدون أن نشعر بذلك بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا العجز، عظم الفخد، عظم آخر العمود الفقري، عضلات الورك، مفصل الورك، الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج القاوس قلو المسار القادم رح يكون الساعة 7 ودقيقة من مساء يوم الخميس 19 عشر ورح يستمر حتى تمام الساعة 51 و54 دقيقة من فجر يوم الجمعة لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الحلال الجديد عمره أربع أيام في تمام الساعة 7 و14 دقيقة صباحا بصير خمس أيام النسبة للإضاءة 18% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 45 في المية اليوم القمر في القاوس رح يظل لغاية يوم 20 عشرة منتحس الآن بنسبة 40 في المية في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 10 في المية عطارد في الميزان حتى يوم 22 عشرة سعيد بنسبة 45 في المية الزهرة في العدراء حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 30 في المية المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 سعيد بنسبة 15 في المية المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50 في المية الزهر زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15 في المية أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5 في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15 في المية وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد وبتشعر بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار خلال هذا اليوم بتكون الفترة هاي نشطة جدا بتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة أو عمل جديد أو دراسة جديدة العجوى ممتازة جدا حتى على مستوى اللي بدي يبدأ بأوراق سفر أو معاملات أو مراسلات خارجية وممكن تستقبلوا اتصال أو ضيف من خارج البلاد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المستطاعة والمتصاعدة أيضا بتكون حسنوا من أدائكم وتفاوضوا بمرونة استفسروا عن كل التفاصيل اليوم قبل ما تتخذوا أي قرار وخصوصا الأمور المالية حاولوا إيجاد حل وسط وحاذروا من المواقف المتصلبة وما تكونوا قاسقين مع أحباكم وأفراد العائلة وما تهملوا واجباتكم اليوم جيد على مستوى العقارات والاستئجار العقار ما أو حتى المناسبات العائلية وأيضا الاهتمام بالمسائل المالية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو مجال العاطفة حاولوا أنكم تتجنبوا الغضب والانفعال وما تدعوا أي شخص يستفزكم لأن القمر موجود مقابلكم فطاقتكم بتكون ضعيفة فعشان هيك بدك تحمي سمعتك وما تشوها وحاول أنه إذا فيه امتحان عندك يعني بدك تكون جاهز لإله عشان تقدر تحصل الجائزة أو النتيجة وتحامل على نفسك قدر الإمكان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكن تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وتكونوا واضحين في أولوياتكم وما تدعوا أي شخص يثير إنفعالك أو غضبك وما تدخل بأي نقاش أو جدال مع أحد زملائك بالعمل نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحتراما منك للموعيد لأنه اليوم ممكن يتراكم عندك العمل وتضطر تعمل وقت إضافي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ممتاز جدا على المستوى العاطفي والتقرب من الأحبة والأبناء وما بيتخلى الحظ عنكم ماليا وبترتفع المعنويات ممكن اليوم تهتم بهوايه أو ممارسة شيء ترفيهي أو تجميلي بدك تكون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم وبتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا نوع من أنواع تعاون ما بينكم بين أفراد العائلة بتكثر بعض الضغوط عندكم أو المتاعب اللي إلها علاقة بالوضع العائلي هاي فترة فيها بعض التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي أو العقاري ممكن أعطال منزلية أو اهتمامات بتصليحات أو ترتيبات أو مصاريف حذروا من الخلافات والمشاعر السلبية لأنه ممكن يتعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان أو مقابلة أو حوار أو الترويج لسلع ما وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران وبرضو بناسبك تكثيف التحركات حتى على المستوى العاطفي أو التجاري أو السفريات القصيرة وممكن يتعبر عن آراءك بحرية وجراءة أمي ابتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فترة إيجابية وداعمة لإلك بقوة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بتيجي هاي الفرصة عادة من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حاذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لمرحلة جديدة أو تحدد أولوهيات لشيء معين الميزانية أو المالية أو أعمالك ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار وفي بعض المصاريف المنزلية أو ترتيب بعض الفواتير والدفعات عليك خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بما أن القمر استقر عندكم وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية طبعا بيطالعك اليوم على خبر أو بتطلع على خبر معين وبيكون مثابة لإشارة أو انطلاقة يعني فترة ناشطة أو في حماسة بفضل القمر وممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع جديد أو ممكن حتى العلاقة العاطفية ما بينك وبين الأحبة تتعزز أكثر فأكثر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا يجب الانتباه بشكل جيد اليوم لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك حاول أنك تستريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة والفارغة من الحضوظ فخفف وطيرة عملك ما تحسم أمر ما تنجرف وراء أفكارك السودة والهواجس والأحلام والأمور اللي إلها علاقة بالأوهام والغيرة والشك فترة صعبة حاول أنك ما تتخذ فيها قرارات حاسمة وحاول أنك تعمل بشكل روتيني برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمنه بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة بكل شيء أنت بحاجة اليوم للنصيحة المشاركة بالعلاقات الاجتماعية والمناسبات وأيضا بعلاقاتك إذا كنت بحاجة لنصيحة زي ما ذكرنا بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شيء أنك ما تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة برضو ممكن اليوم تغار على مصالحك أو علاقاتك وبرضو ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أحد المسؤولين عنك ممكن يكون هذا اليوم يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر فعشان هيك يعتبر بيت السمعة بدوا نوع من أنواع التركيز فعشان هيك هي فترة ثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهم مش إنك ما تتذمر على ما اسمع من أحد وأصبر وما تخالف القوانين وما تشوه سمعتك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء